قامت مؤخرا بعثة من مواصلو كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة العامة ووزارة المرأة ببعثة مشتركة إلى إقليم كانم وذلك بهدف معرفة سير تعليم البنات وتقوية الكفاءات الاقتصادية للنساء وصحة الإنجاب ترأس المناسبة حاكم إقليم كانم الجنرال عبادي سير التفاصيل لدى محمود موسى الفيل تتكون هذه البعثة الوزارية المشتركة بين ثلاث وزارات وهي وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة ووزارة الصحة العامة وكذا وزارة المرأة والتضامن الوطن والطفولة وذلك في إطار استغلالية المرأة والانفجار الديمقرافي بالساهل وتهدف هذه البعثة إلى حس سكان إقليم كانم بمعرفة التحديات الاجتماعية في المجتمع والتي تتمثل في ثلاثة برامج أساسية وهي تعليم الفتيات وتقوية الكفاءات الاقتصادية للنساء والبنات إلى جانب صحة الإنجاب وعليه فقد تحدث الرئيس البعثة الوزارية بين سيم كيلبام الذي قال إن هذا المشروع عبارة عن مبادرة إقليمية مكونة من ست دول في الساهل وهي بوركينة فاسوه وساهل العاج ومالي وموريتانيا ونيجر وشات لأجل القيام بالتوعية الشاملة لسكان الأقاليم المستهدفة وذلك حول أهمية هذا المشروع حاكم إقليم كانم عبادي سير فضل أثنى على هذه البادر الوزارية وسلطات دول الساهل على ما قام به مما يدفع بالتقدم في المجالات الصحية والتعليمية والدعم الاجتماعي بالبلاد مؤكدا في حديثه وقوف سكان كانم مع هذا المشروع من أجل إنجاهه ونذكر بأن عدد الأقاليم التي تم اختيارها في هذا المشروع أربعة وهي إقليم البحيرة وحجر لميس وكانم والسلامات ترجمة نانسي قنقر